تكافح حكومة الأغلبية بما أوتيت من قوة في وجه رافضيها الرافضون من الكتل السياسية العراقية أو الأطراف الخارجية كإيران التي أعرب سفيرها مسجدي قبيل ترك منصبه عن دعم بلاده لأي حكومة تنبثق عن نتائج الانتخابات وإرادة الشعب لكنها ترى أن التوافق هو الشكل الأمثل للوضع العراقي الحالي لأنه يحقق لجميع المكونات الشعور بالمشاركة في الحكومة على حد قوله إيران التي حولت نظامها إلى جمهوري قبل أربعين عاما والتي يضعها مؤشر الديمقراطية العالمي في المرتبة 150 من أصل 166 دولة ترى أن النظام الأغلبية السياسي في تشكيل الحكومة العراقية لن يكون ناجحا نظرا لأن العراق ليس من البلدان التي ترسخت فيها الديمقراطية واتخذت فيها شكلا واضحا ومتينا كما أن العراق ليس من البلدان المؤسساتية أيضا وفقا لما يقوله سفيرها المنتهية بعثته وإن كانت 40 عاما لم ترسخ الديمقراطية في إيران ولم تجعله بلدا مؤسساتيا فكم يحتاج العراق لتحقيق ذلك وفق الرؤية الإيرانية أما على الصعيد العراقي وبعد شهر من قصف مدينة أربيل الذي تبناه الحرس الثوري فيمكن قياس احترام الحكومة العراقية لسيادة دولتها من زيارة وزير خارجيتها إلى طهران وقوله إن أبواب الحوار مفتوحة مع إيران حول القضايا الأمنية ومعالجتها بطرق دبلوماسية وكأن على بغداد الاستجداء لتخفيف وطأة انتهاك السيادة اشتركوا في القناة